كابتن نسامة ألف مبروك فوز مستحق لنادي الأهلي آه طبعا فوز مستحق من نشوط الأولاني رغم نشوط الثاني أقل نسبيا في السيطرة والاستحواز يعني أمبي دخل معك في الجيم ونص الملعب تفتح مننا شوي فتحسن أداء أمبي نسبيا بنزول القوفة ومصطفى دويدار لكن ظلت السيطرة الأكتر للنادي الأهلي الفرص الأكتر للنادي الأهلي لغاية لما الجون التاني يجي في الديان خمسين تحسن المباراة يعني كل إحساسك وأنت بتتفرج أن أمبي بيلعب لمجرد أنه يحسن بس من النتيجة مش حاسس أنه عايز يرجع للمباراة أو ميت أنه ده ماتش كاس لا تحس أنه بس بيلعب عشان يحسن الصورة يعني سيال فوري الفوري المينة يعني من الفريتين ما أنا بقول لك بعد الجون التاني كمان في الديان خمسين وخمسين دي بدري قوي يعني بعد الخمس ده مشروط التاني تحسن الأمور خلاص انتهت إن بتحسن نسبيا الشكل الهجومي ليه بالذات الجنب بتاع علي فوزي كان عامل هجمات يعني مؤثرة شوية هو وقوفه قدام عاملين حركة وكده وكابه بس التأثير مش كبير قوي وزي ما أنت قلت الكرة الوحيدة اللي تحسن هي مؤثرة الشنوء أنقذها بمراع كان انفراد وتعامل معها بكل ثقة كانت النتيجة 2-0 كانت ممكن تبقى 2-1 يمكن تقرب تخليهم عندهم إحساس إنه ممكن يقرب لكن غير الكرة دي إنه دي الأهلي هو الأقرب هو المسيطر أكتر هو اللي فرصه أكتر فيه طبعا أكتر من اللعب كان ظهر بحالة جيدة النهاردة فمبروك للنادي الأهلي وفوز مستحق مبروك للمستر كولر واللعيبة يعني وإن شاء الله نكون موفقين أيضا لما نجي نلعب النهائي إن المباراة واحدة وإن شاء الله تحصل على بطولها